إذن فعلها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك واستحود على شركة تويتر كما أكدت وكالة الصحف الفرنسية بصفقة قدرت بـ 44 مليار دولار أما وكالة رويترز فأشارت إلى أن اتفاق ماسك مع تويتر نص على حصول المساهمين على 54.20 دولارا للسهم الواحد شركة تويتر أصدرت بيانا قالت فيه أن ماسك بات متحكما بشكل كامل في الشركة التي باتت شركة خاصة فيما حقق سهم تويتر مكاسب بنحو 6% بعد الإعلان عن صفقة إيلون ماسك قبل ذلك علقت بورصة نيويورك تداول أسهم تويتر قائلة إنها بانتظار إعلان مرتقب وعقب هذا الإعلان أصدر إيلون ماسك بيانا أكد فيه أنه يريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى مشيرا إلى أنه سيعمل على زيادة الثقة في موقع تويتر قبل هذا الإعلان نشر ماسك تغريدة على تويتر طمأن فيها منتقديه وقال أنهم يستطيعون البقاء في الموقع ونشر تغريداتهم عبره وأضاف ماسك في تغريدته أن حرية التعبير تعني أن منتقديه يستطيعون البقاء في الموقع كما أضاف ماسك أنه سيجري تغييرات تقنية ومميزات ستعزز من عمل منصة تويتر موسيقى موسيقى ومشاهدين في آخر الأخبار العجلة المتعلقة باستحواذ إيلون ماسك على تويتر البيت الأبيض عبر عن قلقه من هذا الاستحواذ وكذلك من إمكانية عودة ترامب إلى هذه المنصة التي استبعد منها في عقاب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن معنا الآن حسين طود مرافل العربية مباشرة من واشنطن حسين أهلا بك معنا المزيد حول موقف البيت الأبيض وكذلك عن صفقة الاستحواذ على تويتر شكرا سهايب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت أنها لن تعلق على هذه الصفقة ولكنها ذكرت بأن الرئيس جو بايدن هو من مؤيدي قوننت ووضع تنظيمات لوسائل التواصل الاجتماعي بسبب تأثيرها القوية على أفراد المجتمع هنا نذكر أن قبل مدة زمانية ليست بعيدة كان هناك جلسات استماع في الكونغرس الأمريكي بشأن تأثير انستغرام وفيسبوك على المراهقين وعلى الأطفال ووجهت انتقادات كبيرة لمؤسس فيسبوك مارك زوكوربرغ بسبب تفضيله الربح المادي على سلامة المراهقين والأطفال الآن موضوع تويتر في الحقيقة ويختلف قليلا كون تويتر ليس فيه الكثير من المشتركين من سن المراهقة والسن الأطفال هو منصة حرية تعبير عن الرأي لهذا التخوف بشأن أن يكون تويتر كموقع ربما أهم مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرا في العالم بيد رجل واحد هذا ما يثير المخاوف لهذا إيلون ماسك غرّد قائلا بأن حرية التعبير هي حجر أساسي ستكون في تويتر وأيضا تعهد بأن يحسن من تويتر وبأن يكون هناك تعديلات جديدة عليه تجعله أفضل وقال لدى الموقع لديه كبيرة هنا يجب أن نذكر ما المعلومات المتوافرة حول كيفية إبرام هذه الصفقة بالنظر إلى أن مجلس إدارة تويتر كان يعرق الاستحواذ إيلون ماسك أو سيطرته على كل الشركة وكان أوقفه عند نسبة 9% من أسهم تويتر ما الذي أدى إلى التوصل إلى الاتفاق بين إيلون ماسك وبين مجلس إدارة تويتر بالفعل كان هناك أخذ ورد بين مجلس الإدارة وبين إيلون ماسك وكما تفضلت كان هناك حديث عن نسبة معينة وكان هناك دعوات أيضا إلى عدم تمكين إيلون ماسك من السيطرة على تويتر بشكل كامل كما قلنا تخوفا من أن يكون هذا المنبر بيد رجل واحد ولكن المزيد من التفاصيل بالطبيعة الحال ستتكشف قريبا حول ما جرى وحول المحفزات التي ربما أعطاها أو تعهد بها حسين اعذرني فقط استوقفك للحظة هناك أخبار اقتصادية مهمة هذه الليلة كما نتابع على شاشة العربية الآن مشاهدين هذا الخبر العاجل وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني تصنف الشركة النفطية السعودية الكبيرة أرامكو عند تصنيف A وكذلك بتصنيف مستقر إيجابي وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني مشاهدين تؤكد تصنيفها للعملاق النفطي أرامكو عند A وتعدل من نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية هذا التطور كذلك لافت فيما يتعلق بالعملاق النفطي السعودي أرامكو إذن إعادة تصنيفه عند A وتغيير النظرة من مستقرة إلى إيجابية حسين أعود إليك إلى موضوع تويتر كذلك إيلون ماسك غرد وتحدث على تغييرات ينوي أن يقوم بها خاصة فيما يتعلق بأدوات هذه المنصة التي كان ينتقدها بشكل كبير جدا ما هي المعلومات المتوافرة حول ما يتوقع أن يقوم إيلون ماسك بتغييره في تويتر أبرز شيء وهو الأكثر شيء متوقع في الحقيقة أن يغير موضوع تعديل التغريدة بعد التغريد بها نحن نعرف أن تويتر يعاني من هذه المشكلة كبير في البعض بأنه إذا غرت إذا كتبت تغريدة وكان هناك خطأ لا يمكن أن تصحح هذا الخطأ عليك أن تحذف التغريدة كاملة وتعيد كتابتها مرة أخرى هذا صحيح هناك حديث على أنه سيتم تغيير هذه السياسة يمكن للمغرد بعدما يبث تغريدته أن يعدل بها إذا كان هناك حاجة لذلك من خلال هذه الخاصية الجديدة التي سيتم وضعها في تويتر هناك حديث عن ربما أنه سيكون هناك أيضا بعض الأمور المشابهة لفيسبوك أو إنستغرام كان هناك انتقادات في الحقيقة أيضا لموضوع ستوري التي نشاهدها مؤخرا على تويتر هي لم تكن موجودة ربما تتم تعديلها أيضا لا نعرف أنها ستحذف بالكامل أو أن سيكون هناك شكل آخر لها ولكن نعرف أن هناك انتقادات لهذه الخاصية الجديدة التي أدخلت على تويتر البعض يقول أن تويتر منصة حرية تعبير منصة تعبير عن الرأي يجب أن لا تشبه فيسبوك أو إنستغرام هي ليست منصة لعرض الصور كما بدأ يقوم البعض لكن هذه كل تحليلات حتى الآن نسمعها من تقنيين لكن حسين على ذكر حرية التعبير وتويتر مسألة جدلية كبيرة جدا في أمريكا خاصة بعد استبعاد ترامب بعد أحداث الكابيتول أي أخبار عن ترامب عن موقفه وإذا كان يؤيد إيلون ماسك وإذا كان إيلون ماسك سيعيد بالفعل حساب دونالد ترامب ومؤيديه إلى تويتر ترامب أكد أنه لن يعود إلى تويتر حتى لو تمت دعوته إلى ذلك وأقد أنه سيلتزم بمنصته الاجتماعية التروث ولكن إيلون ماسك قال أن تويتر يجب أن يكون منبر لحرية التعبير ورأى البعض بذلك أنه إشارة لدونالد ترامب إذا أراد أن يعود ولكن حتى الآن دونالد ترامب بحسب الموقف المعلن في لقاء صحفي مع فوكس نيوز قال أنه لن يعود ولكنه رحب وأتمنى كلامه هذا قبل عقد الصفقة قال أتمنى أن يحصل أو أن يشتري إيلون ماسك تويتر أيده بذلك قال أنه رجل لطيف لكن كما قلت هو ما زال على موقفه بأنه لن يعود إلى منصة تويتر ولكن سيلتزم بمنصته هو التروث حتى الآن طبعا الطريقة التي أخرج بها ترامب من تويتر كانت يرى بها إيهانة له ويرى بها طعنة لحرية التعبير كما قال عندما علق حسابه لهذا السبب ليس من المتوقع الآن كما يؤكد هو ولكن لا نعرف في المستقبل إن كان سيغير رأيه أم لا نعم طيب نحن الليلة أمام محطة مهمة جدا في تاريخ منصة كبيرة جدا ومنصة نخباوية نوعا ما ومؤثرة بشكل سياسي بشكل كبير جدا حول العالم تويتر لأول مرة منذ طرحيها في 2013 تتحول من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة يملكها شخص واحد هو إيلون ماسك حسين هل من ردود فعل حتى الآن دعنا نقول من الفاعلين في هذه المنصة كذلك من ربما المساهمين الذين يمتلكون حصصا وأسهما في تويتر حسين طبعا ما زالت الردود الآن مدأت هي في الحقيقة بدأنا نراها ولكن يمكننا نتحدث عن ما كان يقال قبل ذلك كان هناك مؤيدين ومعارضين كان هناك تخوف من أن تكون هذه المنصة كما قلنا هي أكبر منصة لها تأثير في العالم لسيما أنها منصة نخبوية لها تأثيرات سياسية هناك متابعون سياسيون يتواصلون مع المتابعين لهم عبر هذا الموقع كان هناك تخوف من أن تكون هكذا منصة هكذا أدات لها قوة قوة تأثير بيد رجل واحد بدل ما يكون هناك مجلس إدارة في المقابل هناك أراء أخرى تقول أن إيلون ماسك سيقوم بتغييرات جذرية تكون أفضل لصالح تويتر تعطيها دفعا أقوى لسيما أنه تعهد بذلك وتحدث عن ذلك قال بأن تويتر لديه إمكانيات كبيرة وتعهد بتحسين أدواته وتحسين الموقع بشكل عام الجدل مستمر وسيستمر ومنتوقع أن يستمر لفترة أطول حتى نرى هذه التغييرات التي ستطرع على تويتر ونرى إن كانت ستكون إيجابية أم سلبية كما يتوقع طرف ويتوقع طرف آخر ولكن الموضوع سيثير الكثير من الجدل خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة بشأن تداعيات استحواذ أو شراء إيلون ماسك وتحول تويتر إلى شركة خاصة يتحكم بها رجل واحد رغم كل تأكيداته التي تحدثنا عنها بأنه ستبقى حرية التعبير حجر أساس في تويتر وبأنه سيعمل على تحسينه للأفضل حسين الطاود شكرا جزيلا لك مباشرة من مكتب العربية في واشنطن موسيقى 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 اشتركوا في القناة